اشتركوا في القناة دكتور أكرا مشتاي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أعطيك ألف عفو أهلا فيك هذا الموضوع جدا مهم لأنه بتعرف كتير ناس مصابة بمرض السكري ودائما في مضاعفات بتصير وممكن في تعديلات كمان يمكن للصائم واللي عنده هيدا المرض بشهر رمضان المبارك بالبداية هل نوع فيه نوعين لأنه من السكري الأول والتاني هل لاتنين ما بيجوز للصائم أو ما بيجوز للشخص أنه يصوم بشهر رمضان أول شي اسمحي لي أنه عايدك بحلول شهر رمضان وعايد العاملين بتلفزيون المستقبل ومشاهدين وكافة شعب لبناني الحقيقة مرض السكري أنت بحضرتك لكارتي هو نوعين نوع أول ونوع تاني نوع أول عالة بيصير عند الزغار بالعمر ويعالجه بأبر الإنسولين بشكل دائم ومستمر في حين النوع التاني بيحصل نسبياً لكبار بالعمر في سنة الخمسة وثلاثين ويعالجه يأما بالحميل الغذائي أو بالعقاقير الطبية وفي مراحل متقدمة يحتاجه إلى علاج بأبر الإنسولين نعم فريضة الصيام رغم أهميتها بالإسلام وهي واجب على كل مسلم ولكن كان الدين الإسلامي متفهم لهذه المسألة بمعنى أن المريض ليس عليه حراج ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها منشان هيك راعة المرضى اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة واللي الصيام قد يؤثر على صحتهم عفاهم من مسألة الصوم ومنشان هيك نحن منصح مرضى السكري بشكل خاص وباقي الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشريين والضغط الدموي وأمراض الكلة أنه ما قبل حلول شهر رمضان شهر لشهرين ما قبل حلول شهر رمضان أن يراجعوا طبيب المعالج لكي يعيد تقويم وضعهم الصحي من خلال أخذ تاريخ المرضي للمريض وإجراء بعض الفحصات المخبرية والفحص السريري حتى يحددهم إذا بإمكانهم الصيام أو لا وإذا كان بإمكانهم الصيام في حالة يعني بدروا يصوموا فيها وفي حالة أبدروا فيما يخص مرض السكري نعم عادة مرض السكري ونحن نقلتلك من الفضل أنه مريض السكري ما قبل شهر شهرين من شهر رمضان أن يراجع طبيب أو في الأيام الأولى من شهر رمضان كمان بس أنه في حالة سمح لطبيب للمريض أن يصوم قبل ما نقل له أنه بيسمح أو لا بنقول لمن نسمح نصوم نعم المرضى اللي بنسمح له الحقيقة الصوم نحاول نقسم المرضى إلى أربع مجموعات المجموعة الأولى والتاني اللي خطر اللي ممكن يتعرضوا إلو إذا صاموا قليل نسميهم قليل خطر أو خطر متوسط هذي بإمكانهم الصوم وهذه المرضى هنالنوع التاني من المرضى السكري اللي يعالجوا بالحميل الغذائي فقط أو ببعض العقاقير الطبية التي لا تؤدي إلى حدوث هبوط سكر في الدم وأيضا مستوى السكر عندهم في الدم منظم ومنتظم ودمر مستويات الطبيعية في حين بعض المرضى اللي نصنفهم من ضمن المجموعة الثالثة أو الرابعة اللي تصنيفهم هم ذو خطر عالي أو عالي جدا إذا ما صاموا هن المرضى من النوع الأول اللي يعالجوا بحقا الإنسولين أو من النوع الثاني اللي السكر عندهم خلال الفترة الماضية ما كان منتظم مرتفع جدا نسبة تخزين السكر عالي أو اللي عبصير عندهم هبوط سكر متكرر أو ما بيحسوا بهبوط السكر بس يحصل عندهم بيؤدي لغيبوبي منذ ما يحسوا أو عندهم مضاعفات مرتبطة بالمرض مثل أمراض القلب والشرايين جلطة الدماغية عجز في الكلة أو عبصير في عندهم حالات ارتفاعات في نسبة السكر في الدم أو إذا كانوا كبار بالعمر ومرضى وعايشين لوحدهم هذي المرضى منصنفهم عندهم خطر عالي إذا صاموا وبالتالي ننصحهم أنه ما يصوموا لأن الصيام قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وبالأخص المضاعفات هي تتمثل بإثنين أكيد بالمضاعفات بس قبل بدي شوف إذا سمح الطبيب لمريض السكري أنه بالصيام شو هي التعديلات بالعلاج اللي ممكن أنه تصير أولا النصيحة الأساسية والأولية هي والنظام الغذائي الصحي والسليم لأنه مع الأسف أحيانا في شهر رمضان تكثر الأكل وأنواع الأكل وخصوصا الحلويات نحن اللي منأكد عليه للأشخاص بشكل عام حتى اللي مش مرضى ولأخص مرضى السكري تبعي عن نظام الغذائي الصحي السليم اللي فيه تنوع بالأكل واعتدال فيه المواد الغذائية الأساسية الكثير من السوائل من الشوربة عند الإفطار هل يمكن كمينة واحد يكون صايمة بتفتح شهيته ويمكن يكون الكثير قصص حتى لو بمنوعة بدو ينتبه لمريض السكري أكيد بدو يمتنع عن أكله لأنه هذه بتأدي ارتفاع حاد بالسكر وبتأدي إلى حدوث مضاعفات لاحقا نحن بيغنى عنها أيضا مريض السكري فإذا انتبه على أكله وعلى نوعية الأكل بالغذائي الصحي سليم أيضا من أكد أنه يتصحر مش يأكل بس وجبة الفطور ويقعد بالأكل 24 ساعة بعدين لا يفطر ويتصحر بأكل معتدل متنوع في نظام غذائي صحي وسليم الشيء الثاني علينا أنه نعيد تقويم مستوى السكر في الدم عنده أنه ننظم علاجه بما ينسجل مع حالة المريض ما في علاج يصح لكل المرضى كل المريض له علاج بالإستناد لوضعه الصحي في بعض الأدوية فينا نعدل بعلاجها نقلل من العيار أو نعدل من توقيتها أنه نخذها على وقت الإفطار أو وقت الصحور حسب نوع السكر اللي عنده المريض مستوى السكر اللي عنده في الدم يمكن نعدل من الأدوية بمعنى نغير من الأدوية في بعض الأدوية صارت متوفرة حاليا ممكن أنه تسيطر على مستوى السكر في الدم ونسب الخطر الإصابي بهبوط سكر في الدم أقل حتى في بعض الأوبر الإنسولين كمان من الممكن استخدامها لنسبة حدوث هبوط سكر فيها بالدم أقل من الأنواع القديمة اللي كنا نستعملها فكل هذه المسائل فيما يخص النظام الغذائي أو تعديل الأدوية اللي عبي خضر المريض من الممكن أنه نقدم عليها من خلال مراجعة طبيب المعالج لكي يعطي الإرشادات الصحية اللازمة إذا كان المريض بإمكانه الصوم أعطاه الإرشادات الصحية الغذائية الصحيحة والسليمة وتعديل العلاجات اللي يجب أن يخذ المريض اللي بيتمكنه أنه يصوم من خلال السيطرة على مستوى السكر في الدم ما يصير في عنده لا ارتفاع ولا هبوط السكر في الدم لأن حدوث هؤلاء المسألتين قد يؤدوا إلى مضاعفات خطيرة لا تحمد عقبها طيب المضاعفات إذا بدنا نحكي عنها اللي ممكن تصير مزبوط مثل شو يعني شو بيحس المضاعفات الأساسية هين اتنان أولا هبوط حاد في السكر في الدم لأنه المريض يمكن يضل 12 ساعة بدون أكل وبالتالي هذه بتعرضوا لحدوث هبوط سكر في الدم خصوصا إذا كان عبي يأخذ الأدوية من دون تعديل بكميتها بتوقيتها وبنوعيتها طبعا يعني أنه الممكن نعدل الكمية النوعية التوقيت بما يمكن المريض أنه يصوم ويتقلل من حدوث هبوط سكر في الدم فإذا حدث هبوط سكر في الدم اللي منعوارضه بيحس المريض الصائم بأنه جوعان بقيت قلب سريعة تعصيب توتر صداع قوي رشفي تعرق بارد هذه عوارض منبهة لهبوط السكر في الدم عليه أنه يجري فاحة السكر في الدم خلال المكنة المراقبة الذاتية وهذه شغلة مهمة أثناء فترة الصوم يعملها حتى لو ما يحس بالعوارض يعملها يفحص مرة أو مرتين خلال النهار أو ما بعد الإفطار وما بين الإفطار والسحور وإذا حس أنه مستوى السكر في الدم هبط على المعدل الطبيعي مع وجود هذه العوارض عليه مباشرة أن يوقف صيامه وأنه لا يستمر في الصيام أنه إذا استمر في الصيام يمكن يؤدي إلى غيبوبي ويؤدي إلى مخاطر جمة وصعبة وخطيرة على صحته وعلى حياته كيف ممكن المريض لك أن يتصرف غير أنه أنا بمحال ويتعب عم نقول السكري بيكون متقدم بالمراض السكري عندهم متقدم مفروض ما يكون في الصيام خاصة مثل ما قالت ببداية الحلقة المرضى اللي عندهم خطر أو تصنيفهم من الخطر والخطر العالي إذا صاموا مفترض ما يصوموا لأن الصوم يشكل خطر على صحتهم خصوصا إذا كانوا عندهم مضاعفات مرتبطة من المرض مثل أمراض القلب والشريين ارتفاع ضغط دمه ويعاجز في الكلة تلف في شبكة العين هذا المرضى يجب أن يكون القرار واضح وصريح أن المريض يصوموا حتى البعض بالناحية الدينية بش بس أنه بيع فيهم من الصوم صوم غير مقبول لأنه عبيضروا صحة وتؤدي إلى مخاطر أكيد في شي تبس معينة لازم يعرفة المريض وخاصة بركة أنواع الأكل اللي هي مناسبة أكتر ببداية الحالة ندخل بالنظام الغذائي لأنه أكيد يعني تستخدموا حضرتكم بهذا المجال الاختصاصيين أيضا للتغذي ولكن المهم أكل متنوع معتدل أن نقلل أو لأن نتناول أكتر من واجبي أكيد بده يفطر ويتسحر ما يأكل واجبي دسمي وكبيري على الأفطار يأكل واجبي متوسطة نكثر من السوائل شوربة كتير مهمة السلطات وخضروات لحومات وبروتينات نتسحر ما بين الأفطار والسخور كمان نشرب ماء لأنه لفترة الصيام طويلة وأصلا أيضا خلال فترة الصيف بيكون شوب كمان هذه المسألة تعرض المريض إذا ما كان يشرب سوائل كما يجب ومي لا فقلين سوائل من الجسم ونشاف بسوائل الجسم نجري مراقبة إضافة للنظام الغذائي مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة منتظمة إذا صار هبوط للسكر في الدم إيقاف الصيام وتناول الطعام مباشر والتواصل مع الطبيب المعالج إذا صار ارتفاع حاد للسكر في الدم أيضا فوق 300 من خلال إجراء الفحص المراقب الذاتي أيضا عبر المريض أنه يوقف صيامه وأيضا يراجع طبيبه أنه نظم علاجنا بما يتناسب مع شهر رمضان بمستوى أو بشكل أنه نحافظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية ونمنع حدوث هبوط السكر في الدم شكرا لألك كتير شكرا لألك يعطيك ألف عقلي وينعاد عليك وينعاد عليكم متوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها رح تنضم لأنا بالإيس بورشة ملح لنشوف وصفات اليوم وكمان لما لنشوف شهن الستايلش لك لكل سيدة محجبة خلال أكيد فقرتها شوفي والحجاب بارتو موسيقى موسيقى موسيقى